السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شبابة ورجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكة المزرعة وبيوميتنا بمحاكة المزرعة بهذا الفيديو راح ينكمل يلي كنا عم نشتغل فيه ان شاء الله من زراعة وتجهيز المصانع والحصاد. هلا خينا ندخل اواشي على المودات فارجيكم شو هالمود راح نشتغل فيه اليوم. ناس طبعا انا كنتم سبته واشتغلت بالمعمال شوي بس الفاز من نزل عنه فيديو لحكي لكم كامل تفاصيله عنه ولانا احتجيت شوية سمات فقلت خينا اصنع المود او اسبته يعني. المهم ندخل على قعمة المودات بنجي لهون نروح على بعد ما ندخل هون هذا هو المود طبعا انا راح تصوره وشان نزول لكم اياه بنهاية الفيديو بضيف لكم اياه ملف يلي موجود تحت بصندوق الوصف ان شاء الله. تمام? هذا هو المود اللي راح نستخدمه اليوم. وهلأ نعمل دخول للمود للابة عندي ونعمل صباح الخير شباب يوم جديد وصباح جديد خينا لك بسيارتنا ونروح نفرجيكم شوع منها في الارض اخر شيء. اه نتونك تابعا ام الروح اللي اسمه ولا والله المهم اللي هو يكون اللي هو. المهم هلأ نروح على الارض طبعا اذا في عندي ضل وقت منيح لان في عندي صاروخ موسم صاد في الارض. فلازم أحسد الارض. هلأ بداية هذا هو المعمل اللي نحن كنا نشتغل فيه. تمام? ها نقل. ها طبعا بالشوب. بنجي لهون على الماكينات بنجي لهون بنلقي اخر شي هذا هو. هذا هو المهم المعمل. اه متل ما انكم شايفين رح تشوفوا هون ايش كاتب اشي الشغلات رح نعطيها وبالاضافة شغلات ناخدها منه. طبعا اه نحن رح نعطيها دول بالاضافة هو رح يعطينا سماد. تمام? بس السماد. السماد انا هو اللي بتيجي طابلته هاد. هاد الاصفر تمام? رح ناخد منه نحن هاي الطابلية بس. وبالاضافة رح نحن نحن ندخله موارد من شتى الانواع. وهلا خلينا نبلش اول شي نشوف وانا هي عاملكون يعطيها وانا كنت عم بستخدمها. مشان ما ازتها فقلت خلينا اعطيها فوقها. طبعا مثل ما انكم شايفين نحن هون هون الماكينة الوحيدة اللي ما نحتاج موزوت يعني هو الغريب بالعادة. طبعا نحن نشوفوا شو بدنا واشي بعد مركبنا تماما هون في عنا بدنا اللي هو البودرة بيجي. وفي عنا هون المواد اللي هي البذور الاساسية قبلنا حي يتم تحويلها. وبالاضافة لمننا مبيد حشري. المبيد الحشري اللي هو ها احساس كنت اتساوي لكم عنه فيديو بس مصاري ما ضل عنه يعني كنت هو لازم او شي مركبه. وبعدين نركب ماكينة السمان. بس هو شوي معقد شوي ومشقب كتير. اي اول شي تاني اشي بده مصاري كتير يعني بده ميتين اف حتى نركبه يمكن. اهيك شي. المهم فنحن حوالنا يعني احواجتنا لهاي الطبلية بس الوحيدة اللي احن نشتريها من الشوب والباقي كله من ضمن املاكنا. احنا اخذ البيكام. ورا اروه على الطرف التاني. ونجيب من عندهم طبليتين قمح. او طبليتين سماد عفان. طبعا انا السماد بادر اخذه بتجيب بيكام على شبزة وصفيته وهم يعطيني سماد. انا فاتحة نجرب نشوف. بس ما اعظم بيعطيني. لو حتى ما رح يزبط ما يزبط ما يزبط يعطيني. المهم ما رح يزبط يعطيني. خلينا نقرب له هون وين ها هي. منقول له اعطيني طبليتين سماد. وين هاي الماكينة. اه هي. تمام. اه بيعطيني اربع طبالي. فرح اخذ انا منه. اه مو اربع طبالي. خلينا نقس منه. او خليها اربع طبالي. خليها اربع طبالي. ما رح اجيب سيارة او وجع راسي. تمام? هاي الاربع طبالي طلعوا هون. طبعا انا رحط طبليتين هون. وطبليتين هنيك. ليش? لانه هون في نحنا عنا حاجة للفيلز هون. مشان يسوي منه السائل. الفيلز السائل. افهمتو شنون? اقول لك رحطوا كله هنيك. كله هنيك. رح حطوا كله هنيك. بس خلينا نحمله بالبيكام او شي. طبعا هاي اول حمل الجبنان. طبعا مين بنا نحطون هدول? نحط هون. واقف واقف. اهه. صفوا ذا البيكام هون. تمام? نزيل. هاي بنجيبها. طبعا نشوف شنون بلش كب. بنحطوهم خليه ظلي كب. هاي انتي. اه. كمان صار يكب. برو نجيب هدول اتنين كمان. خليه كب كمان. عبي تم الملأ. تمام. هلأ خلينا نشوف فين شيك على الوضع. هاي هون عبي عبي تمام تمام. هاني اجي لهون على الخزان. شو شو صار عنا. الفيلز صار عنا خمسة بالمية خمسة الاف. هلأ ظل بدنا هذا نحش نحطه اللي هو بسعمية الف تقريبا. وفي عنا الهارج. الهارج هادي رح نروح نجيبه عندي منه واحد بالارض رح اروح اجيبه واحد منه ارجع بسرعة. خلينا نفتح باب السيارة. وبنحط واحدة من طبالي. هاي مليانة اكتر. تمام. حطاها هون. تمام. خلينا نركب السيارة. تمام. هلأ عملنا المبيد الحشري. تمام? هاي اللي مطلوبة منها اللي اترجيتكم منها بالشوب. السائل. هلأ بنروح بنفضيها بالماكينة وبعدين بنروح بنجيب القمح. او المواد الثانية اللي حسب انتو بدك ياها. اللي انت عندك ها منه بكثرة بس انا رح اجيب قمح. عندي اشي واحد وعشرين طون زيادة. اول اشي هذا السبب. تاني السبب لانه انا عم بزرق قمح. فراح يغطي الفرق اللي رح يكون بين يعني النقص اللي رح يصير عندي. وبالاضافة اللي رح يكون عنا الفائض. عرفتو شنون? شايفينوا انتو شنون عليه هيك الاشارة المبيد. هيا هي. نزله هيك شوفوا شنون بلاشين قصصون. طبعا ما ذهو غير هون? ما في محلتان يتحط فيه لاني ما مكتوب عليه غير الان من هون. وهون بيدخل القمح. او هون ازا انت عندك ممكن بتصفها ازا محملة. ازا مستقبل انصرنا المبيد. رح يكون محمل بتريلا. فممكن نصفها مباشرة نفضي. تمام? هلأ رح نروح نجيب آآ سيارة القمح اللي هي موجودة هون. تمام? ها هي هاي سيارة القمح اللي انا معبيها. طبعا ليش انا مفضيتها وردجت عبيتها لانه في شغلة كنت عساس عم بفكر فيها بس ما ازبطيت. بس بعدين مهم سيتها مهم. لاني هون في عنا قمح يدعش الف يعني اتناش طون تقريبا. يدعش الف وتسعمية يعني شي اتناش طون. تمام? ما في عنواع تاني خالص. وفي عنا سبتاناش طون او اطنانتاش طون قمس آآ فاصولية. بس قلت خلينا نروح للقمح لانه هيك هيك عن بزرعنا القمح. تمام? فخلينا نستفيد منه يعني نبذره. يعني رح يجينا مستقبلا وبالاضافة عنا شي رايح. تمام? هلأ خلينا نروح الى المستودع تنفلش نفرغ. تمام? طبعا انا عند الارض صارت للحصاد شايفينها شلون? آآ اعساس تحصدها. بس ما حصد ظهر حتركها لان احنا نزل لكم فيديو خاص ناس بيحكي عن خيرات الارض يعني يعني كل اللي انا جمعته وكلش عندي من الروح من اللم من كلش اللي بروح من لمها ومن بيعها. هيك طب افكر اني اعمل فما بعرف لساتي بالفكرة ولا غيات رأيي ما بعرف لساتي ما قرر صراحة. بس مهم خلينا هلأ نصف الماكينة الاولى طبعا هاي هون الحلوة انه عندي هنا تتفرغ من الجنب. اه تمام تفضي. شايفين شلون? التفريغ هيكون الجنب هاي اول اشي. طبعا هنا بقربها لقداما صفها بحال ثاني. هيك تمام هلأ بروح لصفها هيك لان هو بيحتاجك طبعا كمية قمح جدا كبيرة لان هو راح ياخد القمح راح يحاوله. خلينا صفها هيك تعالي وقفي هون. وانه انا كدع بفكر اني اعمل شوارع هون مشان انه متل ما يقولون يعني انه يكون مرتبة اكتر المدينة. او هون يعني الصناعة. يجب ازم سميها الصناعة. صناعة والله صناعة لانه هي كل شيء بتصنع فيها. خلينا نبلش انفرغ. طبعا في وقت التفريغ خليني احط انه. تمام هلا خلصنا تفضينا القمح خلينا في السيارة هون. ما ننسى يعني بعدين عملية الصف. تمام. خلق عبينا قمح. عبينا كل اشي ما نشوف شنو هون الوضع. عنا خمسة بالمية في السيارة سماد صار موجود. خمسة وعشرين بالمية قمح او البذور الاساسية راح تدخل معنا. وخمسة بالمية كمان حاطت مبيد حشري. طبعا يبلش يطالع لي هذا الاشي يلي هو راح يكون سماد خالص طبعا هو في راح يطلع منه نوعين. اه طبعا من هنا يطلعه واحد. اطلعين او واحد اللي هو راح تكون السيارة هونه راح تطلعه. او من هوا رح تطلع من وغير من هالمكان هاذ راح يطلع منه. راح نعبين احنا وcaو نطلع من هون راح يطلع منه طبعا ليه? بيطلع طبعا له مني. طبعا ماني اطلع طبعا له. فكرة ما يطلع عنه طبعا له. تمام بس هاد القدر ما في شي تاني. طبعا بالفيديو الجاي رح ينزل عندكم. رح نبلش نحصد الاراضي. ونجمع خيراتنا. او من البقر. آآ من البقر رح نصار عنها كمية حليب جدا كبيرة رح نبلش نبيعها. في عنا الارض هاي رح زي نبلش نحصدها. وراح ابلش من هلق. ومو رح استنى. رح ابلش من هلق لانه البضع ما يتحمل الارض اساسا. نستنى على هي اكتر من هيك صباحة. فراح ابلش حصد بنحان من الحين. بس هاي الوحيد رح نسويها اليوم. وبقرة ان شاء الله بالفيديو الجاي رح ينزل رح بلش ننزل لكم. الشغلات اللي عم نحصدها. طبعا في ناس جهزت تقول له انا انا ما عم باشتغش بالأونلاين. انا عم بغش. لا حبيبي ما عم بغش ولا عم بعمل اي شي. رح فرجيكم شاك عندي سكر اساسا. شاوا ندر سكري. تقريبا شي عندي صار تمامية طون. اي تمامية طون. اي تمامية طون اي تمامية طون. مصبوط تمانمئة طول. ايه تمانمئة طول صح. تمانمئة طول هون لять مئة واربعين طول. طبعا متل ما انا كون شايفين انحنا تقريبا هون صارنا فترة مشغيلين وامشغل لاماكينات مشغل كل اشيء. متل ما انا كون شايفين هون في النا خمسة الاف مابيز حشري ff عنا شيء تلاتة وعشرين الف طول قمح. عنا شيء هون اربعتة الاف وخمسمية هي هو السماد البودر او السماد البودرة تمام صار انتج معنا الف وستمية وستة وستين كيلو بذور. والله صحة الكمية جدا كبيرة يعني خرج انه هاي نفتح فيها مزارع ضخمة. يعني بالارض الموجودة بالارض كلية هاي بغضا ان اغطيها وازرعها من الماكينات اللي عندي. شي بومباستيك. المهم بس بيكون خلص الفيديو شكرا للكم وشكرا حسن المتابعة وشكرا لايكات لحطاتوها وشكرا اشتراكات لانتو عاملينها وشكرا مشاهدتكم لهذا الفيديو وشكرا نصوصكم لهاي الثانية. الفيديو اللي جاية راح يكون عن محاكم المزرع ان شاء الله راح نبلش نجيب انبياء الشهادات الفائدة اللي طلعت عنا. مثل البيض لانو عنا غنم عنا الدجاج عفوا. والغنم راح نبلش نبيع صوفه. والبقر راح نبيع حليبه. ورح نبيع شوية طبق حليق آآ شوية كمبقرة كمان نصوفي عنا فائد بالبقر. ونبيع كمان آآ خنازير. عنا شوية خنازير صرف عنا كمان عدد خنازير زيادة. وبالاضافة راح نبلش نبيع في عندي صار محصول بالمخازن جدا كبير لان المخازن بعد ما دورت عليه طبعا بتعفر جيكونا شغلة انا ما كنت منتبع عليها انو كنت احط احط اقول حتى يتعبل المخزن عددين اقبلها شبيل. بعدين فيما بعد انا استكشفت بعدين انو المخزن الواحد طبعا هذور المخازن الاساسية اللي بتجيب اللعبة انت تشوف عندك تسعمائة الف او متين الف يعني بس تبع الرقم بخم يعني خلاص تفولتها. بس ولكن المخازن اللي احنا موجودات عنها اللي هو هاد وهذا الموجودات كل واحد بسع مليون طن. فانا كنت خارط باحد المخازن صار حطيت تقريبا فيه تمانمائة الف كيلو من قصب السكر او الشواندر السكري. يعني كنت ازلع شواندر شكري وبحطه. بازلع شواندر شكري وبحطه لانو كتير متعب وبالاضافة في له مرابع. فبعدين انو طلع اه المخازن جدا ضخمة فاكتشفت هذا الشيء. فلذلك راح ابلش ابيع عنا من هالمستوضاعات راح افضل شوي من المستوضاعات راح ابلش افرغها كل اياتها. او مبلش نبيع شوي شوي كل فترة نبيع شوي 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 هيك حتى نرجع ننتعش حتى ناصر معنا مليون. ومبلش نحكي لكم كمان ندخل بموضوع تصنيع او راح اكثر المزارع الحيوانات عندي. حتى يصير عندي فائض من لانو صار طلع له في فائدة جدا كبيرة وفي مودات كتير اكتشفتها ممكن نستفيد منها. فلذلك راح مبلش نشتغل هذا الموضوع وخصوصا الخنازير والبقر. هدول بطلعوا اكثر شيء هاي حتى البقر بطلع اكثر شيء سدورب ومنور فاكثر شيء راكزنا على البقر. يعني بيطلع منو سدور منور وحليب وبيطلع منو كتير اشياء وكنت انا افكر انو بس انو الاكرو طبعه بس الماكسر. طلع لأ ممكن ان نسوي النوع التاني اللي ممكن نستفيد منو. في عنا اراضي في عنا كتير شغلات جاهزة. فلذلك راح مبلش في فيديو الجاي راح مبلش نبيع. وبعد راح مبلش لكم شلون. اه بنسوي معمل لانتاج المبيد الحشري. يعني مو معمل هو عدة عدة ما راح الانتاج حتى تطلع معنا هاي النتيجة. شوي معقدة بس اجبار راح تلكم عليها بلكي عسى يعني علا وعسى انو بالمستقبل بصلا انا في سيرفو راغت متل ارك سيرفايفر انو مدينة ضخمة وصير كلها ندخل فيها وكلها نشتغل كل واحد يشتغل لحالة ضد التانين وكل واحد بلش ياخد اراضي من الارض. يعني بلكي. بلكي عم نفرض بلكي. ازا توصلنا لذا المستوى فنحتاج ان احنا يكون عنا قاعدة معرفية عن طريق تصنيع الماكينات وتصنيع المعامل هاي. فالذلك انا عم نحط الحجر الاساس وتكلفة المعمل تقريبا مية وخمسين الف وهو اكيد راح يكون قل له اكيد ان انا حكون حطي له وزائف خاصة. المهم بلكي نحن عم نفرض. راح نقل لهم هونالك نحن نشرح لكم ونعلم لكم بهاي الفيديوهات بس. طبعا اللي عنده اراضي اللي حاوب بيصنع ما بدهش يشتري من الشب ممكن يتعلم. يعني كلها شغلات يعني بداية مثل ما يقول ما فيه شغلات كتير صعبة. بس اكتر شي راح ركز على الموزوت وفي شوية شغلات راح يتلبوها مني. بس اكتر شي التركيز راح يكون على الموزوت اكتر شي راح يكلفني. يعني اكتر يعني بعد حق الماكينات اكتر شي راح روح فيه وحق الموزوت بس. وبس بيكون هون سلنا نهاية الفيديو. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده. وكمان الفيديو ده. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا.